السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معدنا مع فيديو جديد عن برنامج جديد زي ما وعدتكم كل يوم خميس إن شاء الله ولكن النهاردة قبل مشرح البرنامج الجديد هو في خاصية موجودة في أجهزة سامسونج وأجهزة بيكسل وأعتقد أن في بعض الشركات التانية عملت الخاصية دي الخاصية دي موجودة في سامسونج مثلا على سبيل المثال باسم Object Reaser هشرحها الأول وبعد كده هقول للناس لو محتاجين إن انتوا تعملوا الموضوع دوة إيه البديل ولكن للأسف البديل اللي أنا هشرحه النهاردة من أولها هو هيكون برنامج مدفوع بتدفع ثمنه مرة واحدة وبعد كده تقدر إن انت تستخدمه وهو يعتبر من أفضل البرامج اللي تقدر بيه إن انت تحزف الحاجات اللي انت مش عايزها من الصور بالإضافة لمجموعة أخرى من الخواص اللي هشرحها أنصحكم بيه وأنصحكم إن انتوا تشتروه أنا عن نفسي شريح وده مش إعلان وإنما هو من البرامج المفيدة جداً اللي بقدر إن أنا أعمل بيها مجموعة من المزايا اللي مش موجودة في ميزة Object Eraser الخاصة بسامسونج خلونا نبدأ الشرح الأول بـ Object Eraser وبعد كده أقول لكم البرنامج دوت بيعمل إيه إغافية طبعاً سامحوني على الزاوية بتاعت التصوير لإن أنا بصور بالموبايل فمش معايا كاميرات ومش معايا إمكانيات لإن برا القاهرة فمش في الستوديو ولكن حبيت إن أنا أوريكم الأول الميزة بتاعت Object Eraser أول حاجة هنعملها إن إحنا هنضغط على Edit أو تعديل للصورة وبعد كده هنروح للتلات نقط اللي فوق دي وبعدين منها هنختار Object Eraser أو محول كائن تقريباً باللغة العربية هنضغط عليه وهنا نقدر إن إحنا نمسح أي حاجة غير مرغوبة في الخلفية اللي ورانا علشان نقدر أشيل أي حاجة في الخلفية أنا مش عايزها بلمس الحاجة اللي أنا محتاج إن أنا أمسحها ويمكن لأن الصورة Portrait فحتلاقوا اللمس أو تحديد الكائن اللي أنا عايز أمسحه ما بيكونش دقيق زي صورة تانية حوارها لك وبعدين بتكون الصورة واضحة فبمجرب ما بلمس الكائن اللي أنا عايز أشيله بيتم تحديده بشكل مظبوط فأنا بالتقريب كده هلمس الحاجات اللي أنا عايز أشيلها من الصورة وبعد كده هختار مسح أو إريز فبتلاحظوا إن كل شيء اتمسح من الصورة اللي ورايا وأصبحت الصورة واضحة ما فيش غيري وما فيش أي حاجة ورايا الميزة دي بتنفع في حالتين الحالة الأولانية إن انت تكون بتتصور في مكان وتلاقي فيه وراك أي حد موجود وطبعا مش عايزه يبقى ظاهر معاك في الصورة أو أحيانا مثلا بتلاقي ورقة مرمية على الأرض سلت مهملات محطوطة مشويها المنظر مثلا وإنت ما خدتش بالك وإنت بتصور وما شفتهاش إلا بعد ما أخدت الصورة فمنها تقدر إن انت تحزف أي شيء في الصورة بعد كده وبعد كده هتدوس على done وبعدين تدوس save وهنا بيسألك إذا كنت عايز تسايفها على الصورة الأصلية قل له أيوة وبعد كده تختار لو عايز تحفظها على الصورة الرئيسية أو عايز تحفظ نسخة إضافية للصورة دية بحيث إن انت يبقى عندك الأصل والصورة لكن أنا بحب دايما إن أنا أحفظها على الصورة الرئيسية وأصبحت الصورة الرئيسية بالشكل اللي انتوا شايفين قدامك ده تعالوا نشوف صورة تانية مثلا الصورة دية من تصوير فنانة اسمها منان عصام أنا بحب الصور بتاعتها جدا ودايما أي صورة بتصورها بخدها وبعمل عليها تعديل وببعتها لها دايما بعد التعديل هنا إحنا هنختار برضو تعديل وعايزين مثلا نمسح العامل اللي موجود في الصورة دية بحيث إن احنا نخلي الصورة للمسجد فقط بدون أي عامل بشري موجود جواه زي ما قلت هنضغط على ثلاث نقاط وبعد كده Object Eraser وبعد كده هحدد العامل اللي أنا عايز أشيله وهحدد الصندوق اللي قدامه والجزء الأصفر ده كمان وبعد كده ده بقى اللي حمشي بيه بالألم وطبعا موجود الألم حيسهل كتير لكن انت تقدر تعمل موضوع ده بصباعك بس التحديد بالألم بيكون أكثر دقة فطبعا علشان أشيل العامل لازم أشيل الخيال بتاعه ونفس الكلام بالنسبة للصندوق وبعد كده بضغط مسح أو Raise بتظهر الصورة كده مفيش أي شيء ظاهر وأصبحت صورة المسجد كاملة قدامي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفين قدامكو ده وبعدها أقدر أن أنا أعمل Done وSave وتبقى الصورة بالشكل ده في بعض الصور بقى أحيانا بتحتاج أن هي تاخد مجهود أكبر زي الصورة اللي قدامكو دي لأن فيها شخص تقريبا واكل المبنى بشكل كامل بالإضافة لأشخاص كتير بقى موجودين أنا حوريكو الصورة بعد التعديل وبعد كده نبدأ ندخل بقى في البرنامج اللي أنا عايز أتكلم عنه لأن مهم جدا تعرفوا الصورة دي وصلت لكده إزاي اتشال الشخص وبعد ما اتشال لو هتلاحظوا هنا المفترض أنه هو لما يتشال المبنى اللي وراء دوت يكون فيه أثر بين يعني خلونا نعمل تعديل وبعدين نروح للتلات نقطة Object Eraser ونحدد الشخص وبعد كده نعمل حسف إيه اللي حصل؟ المبنى باز طب إزاي المبنى اللي باز ده قدرت أنا في الصورة اللي بعدها خلينا cancel الأول وأرجع back إزاي المبنى اللي باز ده قدرت أنا في الصورة دي إن أنا أخليه يرجع بالشكل الطبيعي بتاعه ده وإيه بقى مبنى دي المزايا الإضافية بقى اللي حنشرحها في البرنامج بتاع النهار البرنامج على المتجر اسمه Touch Retouch ولكن الاسم المختصر بتاعه اللي بيظهر مع الايكون بتاعت البرنامج Retouch البرنامج ده حقيقي من البرامج المميزة جدا وزي ما قلتلكه هو برنامج مدفوع وعلشان تقدر إن أنت تستفيد به لازم تشتري النسخة المدفوعة للأسف وأنا اشتريتها لإن أنا بستفيد به كتير جدا خلونا نفتح الصورة اللي احنا تكلمنا عنها هنروح للجالري وبعد كده نفتح الصورة الأصلية هنلاقي تحت هنا فيه أربع اختيارات الاختيار الأولاني لو أنت عايز تحدد حاجة وتمسحها ودي اللي بتتعامل فيه Object Eraser وأنا شايف إن في Object Eraser بتقدر إن أنت تعملها بشكل أسهل لأن هنا أنت محتاج إن أنت ترسم على الشخص نفسه علشان تحدد عليه العلامة الخضرة دي كلها وتبدأ إن أنت تحدد كل الشخص اللي أنت عايز تحزفه أو الشيء أو الكائن أي أن كان الشيء اللي أنت عايز تحزفه فحتعلم عليه بالألم أو بإصباعك زي ما بقول وبعد كده بمجرب ما بتشيل إيدك بيبدأ يتحزف الحسف بتاعه مش بنفس الدقة تقريبا بتاعة البرنامج أو الخاصية اللي موجودة في سامسونج Object Eraser ولكن هنا بنلجأ بقى للميزة التانية اللي موجودة في البرنامج ده اللي هي تحديد شكل مثلا المبنى بحدد الجزء اللي فوق ده وبعد كده أبدأ إن أنا أرسم نسخة من المبنى نفسه هيبقى بنفس الشكل تقريبا بحيث إن أنا أعوض الشكل اللي تم تشويهه لما حزفت الشخص اللي كان موجود وأبدأ بقى إن أنا أرسم المكان من أول وجديد بنفس التفاصيل بتاعته أقدر بقى إن أنا أغير أخذ أشكال مختلفة علشان أقدر إن أنا أكون المبنى اللي أنا حزفت منه الشيء اللي أنا مش عايزه طبعا لأن أنا بشرح فأنا مش قادر إن أنا أشوف الشاشة ولا قادر إن أنا أعملها بنفس الدقة اللي كنت أعملها قبل كده ولكن أنا حوريكم النتيجة على طول إن الصورة كانت بالشكل ده الشخص ده تم حسفه والأشخاص دول كلهم تم حسفهم وبعد كده باستخدام برنامج ريتوتش بدأت إن أنا ألغي أو أعيد بناء المبنى تاني أو شكل المبنى تاني بالإضافة لجزء من المبنى ده اللي اتحزف منه مجموعة الأشخاص الكتير اللي كانت هنا علشان يبقى ده النتيجة النهائية بتاعة البرنامج طبعا في أكتر من ميزة هنا تقدر إن أنت مثلا تعمل الصورة اللي على الشمال تخليها هي نفسها اللي على اليمين يعني لو أنت عايز تعمل نفس المبنى ده ناحية الشمال اللي هو الموجود ناحية اليمين ده تعمله ناحية الشمال فهتحدده من هنا وبعد كده تروح الناحية التانية تبدأ ترسم حيتنقل نفس المبنى بشكل كأنه مراية في الناحية التانية بالزبط يعني نفس المبنى اللي على الشمال حيتنقل ناحية اليمين بالتفصيل بكل اللي فيه حيتنقل الناحية التانية أصبح المبنى ده هو المبنى ده نفس القصة تقدر إن أنت تنقل حاجة فوق تخليها تحت عن طريق الvertecal أو إن أنت تعملها بشكل جانبي عن طريق الجزء الأخير أو الخاصية الأخيرة هنا تقدر إن أنت تعمل restore إنك ترجع الشكل زي مكان تاني تبدأ مثلا إن أنت تحدد أنت عايز تعمل إيه هنا لو علمت على أي حاجة هترجع لأصلها لو أنت كنت عملت أي شيء في الصورة وعايز ترجعها لأصلها فهتختار restore طبعا البرنامج محتاج شرح طويل جدا ولكن دي نبزة سريعة كده وبسيطة عن إيه اللي تقدر إن أنت تعمله عن طريق برنامج زي ده يعتبر برنامج احترافي قريب الشبه من بعض الخواص أو الأدوات اللي موجودة في الفوتوشوب بحيث إن أنت تقدر إن أنت تعدل الصور بتاعتك عن طريق التليفون دي كانت كل حاجة عن برنامج النهاردة أشكركم وأشوفكم في فيديوهات تانية فيا من اللي ترجمة نانسي قنقر